وفي تصريحات خاصة لتلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويؤكد حرص الدولة على تقديم كل ما يرضي المواطن الحكومة قدمت مشروع قانون جيد متوافق مع الاتفاقات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان في بعض النقاط نحن بنسني فيها ونشكر الحكومة المصرية على تقديمها ومراعاتها بالذات المسن الأولى بالرعاية اللي ما عندوش نفقة أو ما عندوش حد يرعى الحكومة بدور الرعاية الموجودة تبع الجامعات الأهلية والوزارة هتتكفل برعايته هذا القانون بيعبر تعبيرا حقيقيا عن أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تحقيق كل ما يسعد ويرضي المواطن المصري في مختلف مراحله العمرية خاصة أبأنا وأجدادنا المسنين هم طبعا لهم كل الحق علينا وبالتالي حرصت الدولة وفقا للدستور المصري أن يكون هناك قانون لضمان رعاية حقوق المسنين في ظن الاهتمام القيادة السياسية والحكومة برعاية المسنين وحقوق الإنسان ده كان وقت مناسب جدا لسهور هذا القانون والحقيقة هو درس جيدا يعني سواء على مستوى اللجنة لجنة حقوق الإنسان أو على مستوى اللجنة العامة أخذ وقته كويس الدولة المصرية النهاردة هي اللي بترد الجميل لأهلنا وبالتالي إحنا حرصين إن إحنا نقدم الخدمات سواء كانوا لأهلنا المسنين اللي هم ليهم أصلا معاشات هيكون ليهم حقوق وتوصل ليهم من خلال الخدمات العامة والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية وأهلنا اللي هم اللي لم يعتقادوا أي معاشات فالدولة هتقدم ليهم برضو حياة كريمة من خلال توفير معاشات